أخيب جمال سأل من السويد أهل الألم ذكروا بأن الذي يكون في بلد فيها ليل ونهار حتى لو كان النهار أطول من الليل أو الليل أطول من النهار فإنهم يصومون كما قال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل إلى الليل يعني إلى مغيب الشمس وإقبال الليل إدبار النهار وإقبال الليل فإذا كان عندهم نهار سواء كان هذا النهار ساعة والليل 23 ساعة أو كان هذا النهار 10 ساعات أو 20 ساعة ما دام أنه خلال 24 ساعة يوجد ليل ونهار حتى لو كان أحد هذين أطول من الآخر فإنهم يجب أن يصوموا النهار ثم يفطروا في الليل فهم في الشتاء في الغالب سوف يصومون ربما خمس ساعات فقط ويفطرون 19 ساعة لكن في الصيف كما هو الآن فإنهم في الغالب أنهم سوف يصومون وقتا أطول وبالتالي يجب إذا كان عندكم ليل ونهار خلال 24 ساعة أن تصوموا النهار وإن كان طويلا ولا يجوز لأحد أن يفطر إلا إذا شق عليه الصيام مشقة شديدة حتى أصبح في حكم المريض اللي عاجز عن الصوم ما تحمل اليوم يصوم مثل مثلا لو واحد عندما شق في عمل أو مثلا امرأة حامل وتعبت أو مثلا واحد يشتغل عام البناء أو كذا وحسب إرهاق شديد فأفطر بناء على أنه في حكم المريض الذي عاجز عن إكمال الصوم ففي هذا الحال يحسب كم يوم أفطر ثم يجب عليها أن يقضيها بعد انتهاء رمضان أما إذا كان 24 ساعة ليس فيها ليل ونهار كما عند أخينا أبي جمال ففي مثل هذا الحال ينظرون في أقرب بلد يوجد عندهم ليل ونهار خلال 24 ساعة ثم يصومون مثلهم فيقولون أنتم كم تصومون قالوا والله نحن نصوم من الساعة مثلا الثانية فجرا إلى الساعة مثلا العاشرة مساء ثم يأتينا مثلا الليل لمدة ست ساعات فقط فيفعلون مثلهم ينظرون إلى أقرب دولة فيها ليل ونهار أو أقرب مدينة فيها ليل ليس شرط ممكن تكون في السويد المدينة أو تكون في بلد مجاور مثلا في الدنمارك أو في النروج أو في فنلندا أو غيرها ففي مثل هذا الحال يصومون حسب أقرب مدينة إليهم ويسدل أهل العلم على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأيام التي يجلس فيها يمكث فيها الدجال في الأرض قال عليه الصلاة والسلام لما سئل كم لبثه في الأرض قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قالوا يا رسول الله فاليوم الذي كسنة أيكفين فيه صلاة يوم واحد قال عليه الصلاة والسلام لا أقدر له قدره أقدر له قدره فدل هذه ولا فاضل على أن إذا كان الليل يستمر أكثر من اليوم العادي أو النهار يستمر أكثر من اليوم العادي أكثر من الأربع وعشرين ساعة ففي مثل هذا الحال يقدرون له قدره يقدرون له قدره يعني يصنعون ما ذكرنا قبل قليل وأنتم بلا شك أنكم أجرون يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أجرك على قدر نصبك أجر الإنسان في العبادة على قدر تعبه فيها ويقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق واحد يتأتأ في القرآن أو واحد أعجل مما يعرف يقرأ عربي فالمسكين بدل ما يقرأ يقول والله أحد في خلال خمسة عشر ثانية يقرأها في خلال ربما دقيقة أو دقيقتين ويتتبع الأحرف وهو عليه شاق فهذا له أجران يقول عليه الصلاة والسلام الأول يعني أجر القراءة والتلاوة والثاني أجر المشقة أجر المشقة التي يجدها في ذلك